اه ورح نزلوهم بقى لأ بص عجبني او الدكتور علي جمعة لان الشيخ الوالد الدكتور علي جمعة الحقيقة عنده قوة طبعا مش موجود عند اللي زي لان انا فين وهو فين ده هو انا اقل واحد علما في الناس كلها فضل الله سبحانه وتعالى بيقولك الدكتور علي جمعة اقولك ايه الائمة الاربعة اجتمعوا على انه لا ربا في الاموال ومن يتحدث عن الربا ويربطها بفوائد البنوك فانهم يستهدفون ضربة للقيادة السياسية ولمصر ولمقدرات الوطن ومن الظلم البين قال لا يعطينا البنك فائدة في ظل ظروف التضخم الشديد الذي يتحدث عن كون فوائد البنوك ربا وجعلوا هذه الفتوى وقالوا هذه الفتوى لانها قلعوبة زهئنا منه قلعوبة بص التشبيه عجبني لقوا سمحت المفت بقى ده موضوع تاني الدكتور شوق علام استمتع بقى بيقول لا حرمة او شبهة في فوائد البنوك والفتوى التي تحرم فوائد البنوك لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة فالفتوى لابد ان تنبني على معرفة الواقع والاحاطة بالواقع احاطة شديدة جدا ده الاستاذ العظيم دكتور شوق علام مفت الجمهورية العلامة الكبير حاجة يا اخي سبحان الله ما فيش فائدة رزبوك وكاد